طيب دلوقتي هنتابع معيكم ومستجدات مهرجان العالمين والحقيقة زي ما احنا شايفين بنتابع تطور كبير بتشهد هذه النسخة من مهرجان العالمين عن نسخته الاولى بالعام الماضي وما بين تطورات استحداث مشروع نبتة وهو مشروع مخصص لتعليم الاطفال والاستدامة والزراعة الذكية في المهرجان لأول مرة اظن طبعا يا حبيب ان ده شيء مبهج جدا وجود حاجة مخصصة بالتحديد للاطفال داخل هذه النسخة من المهرجان صحيح يا ايا يعني مشروع نبتة بيعتبر بداية مبشرة للاهتمام بالاطفال في النسخة الثانية من مهرجان العالمين وبيعتبر كمان اضافة مهمة للمهرجان ودليل على التنوع اللي بيسعى لي القائمين على المهرجان عام بعد اخر ودلوقتي مشاهدين الكرام هنروح لمدينة العالمين الجديدة علشان نتعرف عن اخر تفاصيل الاستعدادات من كلال زملتنا مارينا المصري اللي موجودة هناك صباح الخير عليك يا مارينا يعني بعد التحية طبعا برحب بيك في صباح جديد عايزين نعرف اخر التفاصيل وابرز المساجدات عندك في مدينة العالمين وايه اخر الاستعدادات برضو للفعليات اللي موجودة في المهرجان صباح الخير حبيبة صباح الخير ايا وزي ما قلت بالزبط نبتة وهو مهرجان على هامش مهرجان العالمين واحد من المهرجانات المنتظرة جدا هقولكو كافة التفاصيل حول تحديدا نبتة واكيد عن كل ما يخص مهرجان العالمين في دورته التانية فاهلا بيكم وصباح جديد من العالمين الجديدة مهرجان العالمين راجع من تاني في سنة اقوى من السنة اللي فاتت حفلات، رياضة، مصرح، عروض فنية وغنائية كل اللي نفسك فيه موجود واكتر كمان علشان يبقى صيفك السرادي غير اي صيف مهرجان العالمين العالم عالمين الأطفال عندهم حب للحياة وخيال أوسع والنشاط يمكن ذي كلمات بدأ بها أحمد أمين وهو رئيس مهرجان نبتة واحد من المهرجانات المنتظرة على هامش مهرجان العالمين في دورته التانية خمسة مهرجانات هتكون على هامش مهرجان العالمين في دورته التانية مهرجان ترفيهي، مهرجان يخص ثقافة والفنون المتنوعة إن كانت مصرح أو حفلات غنائية ومهرجان رياضي ونبتة نبتة هو النبتة الجديدة في العالمين الجديدة ومهرجان العالمين الجديدة كل ما يخص الترفيه للأطفال ولكن ليس الترفيه فقط هو أيضا كل ما يخص صناعة الطفل تحدث أحمد أمين وطبعا هو الفنان والممثل المصري المعروف في مصر والوطن العربي بأعمال نجحة جدا ونسب مشاهدة عالية جدا لكافة أعمال وسواء كانت أعمال ضرامية أو أفلام أو برامج أو حتى تواجد على السوشيل ميديا أحمد أمين اتكلم عن أهمية المهرجان الخاص بنبتة وإنه هيكون من يوم 23 إلى يوم 28 أغسطس على هامش مهرجان العالمين والدورة الأولى لمهرجان نبتة هتركز على العديد من التفاصيل من سن صغر حتى سن 15 سنة يعني كل ما يخص الأطفال وأيضا المراهقين وكل ما يخص العيلة في ورش عمل كثيرة ستكون في هذا المهرجان نبتة أو الورش عمل هي تخص صناعة محتوى العيلة يعني ليس فقط الأطفال ولكن كل ما يخص الأسرة أيضا صغار واد الأعمال ستكون ليهم ورشة ستكون ورشة أخرى كل ما يخص صناعة أفلام الكارتون وورشة حكي الملفت هو أن الأطفال كمان هتكون ضمن لجان التحكيم يعني هيكون لها تأثير في الإختيار والأصوات هيكون في صناع لكل صناع وطبعا الفنانين المصريين والعالميين المختصين بصناعة محتوى الطفل لتطويره الشركة المتحدة تعمل على فكرة تطوير كل ما يخص صناعة المحتوى للأطفال والعائلة منذ وقت طويل وحتى جاء الإعلان عن نبتة واللي منتظر بشكل كبير جدا يعني من خلال حديثي مع بعض الضيوف الموجودين في العالمين الجديدة وبيشوفوا معانا كواليس الاستعادات للمهرجان كتير من الأطفال متحمسين جدا والعائلات متحمسين جدا أنه شاركوا أولادهم في كل ما يخص هذا المهرجان الترفيهي وأيضا صناعة محتوى الأطفال اللي عايز يضلي برأيه اللي عايز يشارك لأنه فيه مسابقة والمسابقة هتكون فيها العديد من الجوائز المهمة والعديدة والكثيرة والكبيرة واللي حابب يقدم فيه المسابقة الخاصة بصناعة محتوى الأطفال يقدر يدخل على الويب سايت الخاص بمهرجان نبتة سواء كان لسه في خارج العالمين الجديدة أو سيأتي إلى العالمين الجديدة كما ذكرنا منذ قليل من 23 إلى 28 أغسطس هيكون مهرجان نبتة الملفت برضو فيه المهرجان هو أنه هيكون فيه جانب طرفيه كبير جدا سواء كانت مصرحيات للأطفال أو ورش للحكي عشان تعلم الأطفال إزاي يكونوا هم كمان صنعين لهذا المحتوى يمكن ده بشكل سريع لكن كان الملفت هو اهتمام صناع مهرجان العالمين بإنشاء مهرجان عالمي للأطفال كل ما يخص الأطفال لأنه النشأ هم صنعت الفن والثقافة وأيضا في ظل التطور الكبير من التكنولوجيا في العالم يجب أن يكون هناك صناعة للطفل علشان تركيز على الهوية والجدور والانتماء وأيضا اكتشاف المواهب ويمكن ده نقطة ملفتة جدا ومتحمس لها كتير من الأهالي والأطفال شكرا لك مارينا المصري كنت معانا من مدينة العالمين الجديدة وأكيد هنتابع معاكي على مدار اليوم خلال الساعة القادمة الجديد والتفاصيل أكتر عن أكتر الفعاليات اللي بتتم هناك أولئا شكرا لك مارينا